في هذا العرض نريد أن نقوم برسم المتبينة دعوني أقوم بتسمية المحاور إذن هذا محور X وهذا محور Y لنفترض قيمة لX فلنأخذ X تساوي 1 3 ضرب 1 زائد 5 هذا سيساوي 8 إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 Y ستكون أقل من 8 إذن القيم التي تحقق شرط Y عبارة عن جميع هذه القيم الموجودة في الأسفل دعوني أكتبها بلون آخر بالنسبة لX تساوي 1 ستكون جميع القيم الموجودة في الأسفل ولا تشتمل على Y تساوي 8 يجب أن تكون Y أقل من 8 الآن إذا استمرينا في فعل هذا سنقوم بتمثيل الخط Y تساوي 3X زائد 5 لكننا لن نشملها بل سنقوم بتضمين كل شيء أقل منها نحن نعلم كيفية تمثيل Y تساوي 3X زائد 5 إذا أردنا كتابة Y تساوي 3X زائد 5 فسنقول الميل يساوي 3 وتقاطع Y هو 5 الآن يمكنني تمثيل هذا الخط لأن هذه القيم لن تكون مشمولة ضمن قيم Y التي تحقق هذا القيد سأقوم برسمه بصورة خط منقط سنبدأ بتقاطع Y والذي يساوي 5 إذن 1,2,3,4,5 فإذا انتقلت إلى 1 ستذهب للأعلى إلى 3 وسأفعله باللون البنفسجي الغامق سيبدو هكذا تلك النقطة ستكون عليه وإذا عدت للخلف سيكون عليك النزول للأسفل إلى 3 إذن تلك النقطة تكون علي هو تلك النقطة وتلك وسأقوم بتوصيل النقاط بخط متقطع ذاك الخط المتقطع عبارة عن التمثيل البياني لY تساوي 3X زائد 5 ووضعت خطا متقطع لأننا نريد جميع قيم Y التي أقل من ذلك إذن نختار قيم لي X ولنفترض أن X تساوي سالب 1 نختار قيم X التي أسفل الخط حتى نحقق شرط Y إذن لن نشمل الخط بل كل شيء تحته إذن أي قيمة لي X سنختارها ستكون أسفل هذا الخط جميع قيم X ستكون عبارة عن كل هذه المساحة كل هذه المساحة دعوني أرسمه بطريقة أدق من هذا سيكون عبارة عن كل هذه المساحة الواقعة أسفل الخط سأرسمه بهذا اللون البرتقالي فهو واضح للرؤية إذن هنا Y أقل من 3X زائد 5